الله يخرب بيت بنت الجرام على اللي جابها طعبتنا وزهائتنا والله واجاب لي شيء بنت الجرام مبهدلة حسن شكوش معها يعيني خلته يروح استاد الكاهرة يشرب خمور وحشيش وبعد كده دخلته في مشاكل مع انقبط الموسيقيين ولما رجع لها ما كانش بخيره ورجع لها خاسس النص هو بصراحة شكوش من ساعة ما غنيت الحلم الجميل للأستاذ هاني شاكر مع الأستاذ أحمد موسى قلت كله هيتكسر كله هيتدمر معاك مفارقة جماعة لأستاذ هاني شاكر خلاص كان أبدا موافقته ويعجابه بحسن شكوش ده في مداخلة تليفونية مع أحمد موسى وكان حاضر حسن شكوش في مداخلة تانية برضه قال له يا حسن انت صوتك جميل أم شكوش حاب يرد على الأستاذ هاني شاكر قال له والله يا أستاذ هاني أنا أبويا وأنا صغير قال لي عايز تتعلم هنا اسمها اتنين عبدالحليم حافظ وهاني شاكر أم ثبت له أستاذ هاني شاكر ودخله النقابة على طول ومش بس كده قال له يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ثلاثة حبيبي أم أستاذ أحمد موسى قافل السكوش فنانة رانيا يوسف اليومين دول بتعيش انتعاشة سينمائية بس هي بصراحة مش انتعاشة ولا حاجة ده خراب ديار ست رانيا اتعرض لها فيلم اسمه دماغ شيطان قاعد في السينماء خمسة أيام وبعد كده شلوه بسبب قلة الإرادات أم رانيا تعمل ايه دخلت فيلمي تاني بيتعرض لها اليومين دولت اسمه صندوق الدنيا ولسه الفيلم مش مؤثر طب رانيا عايزة تعمل أي حاجة جماعة جات راحت رأسة على بنت الجيران هو يا رانيا بصراحة من ساعة ما قلت أنا مؤدبة ومتربية في مدرسة راهبات الناس ده خافت تخش أفلامك إن هما انت عارفة الجمهور خلبوش شوية بيبقى عايز يدخل لشوف حاجات تانية فنان رامي صبر يا جماعة مش عارف أحدد موقفه تجاه أغاني المهرجانات من كام شهره وبالتحديد يوم 16 نوفمبر نشر بوسط طويل عريض كتب فيه قال يا جماعة للدرجات الناس ما بقتش تسمع للدرجات يا أغاني المهرجانات هي بقى تترند وتعبنا بيروح على الأرض جال يومين اللي فاتوا نشر صورة حلوة كده قال له أستاذ هاني الشاكر بقى مسك رهات كحلي وقال له أستاذ هاني يا حبيبي أستاذ هاني نقيبنا الغالي والفنان الكبير حاول يا حبيبي تحتوي بتوع المهرجانات وتعمل لهم اجتماع كبير وتحطولهم كواعد يمشوا عليها أنا كده عم رامي صبر مش عارف موقفك هل أنت معاهم ولا ضدهم زي يعني مش فاهمك يعني رأست على السلم يعني زي طريقة غناك لأنا عارف أنت عمر دياب ولا رامي صبر ممثلة مونة فاروق طلعت اليومين اللي فاتوا في فيديو لايف من دبي قالت يا جماعة أنا مش عارفة عيش حياتي ومش عارفة ومش عارفة ومش عارفة وكل يوم تطلب طلب شكل مرة عايزة تنتحر مرة يا رب اكتب له عمرة مرة خلاص أنا زهقت من الحياة وعايزة انتحر مرة أنا عايزة اشتغل حدد موقفك يا مونة عشان نعرف نساعدك اشتركوا في القناة